وينضم إلينا من إسلام أباد مراسل الغد إسماعيل مطار إسماعيل ما هي آخر تطورات عملية الإجلاء وإن كان هناك تحديث في أرقام الضحايا خاصة وإن المستشفى المركزي في المنطقة يعاني من انقطاع الكهرباء عشرون قتيلا وثلاثمائة جريح بينهم أربعين في حالة خطرة معظم الإصابات والوفيات كانوا من الأطفال والنساء لأن زلزال جاء في وقت النوم ولم يستطع الأهالي تفادي هذه الهزة الأرضية التي أودت بحياة هذا العدد وأصابت آخرين الأخبار تتحدث عن أن المستشفيات التي استقبلت الجرحى والمصابين كان العاملون فيها يستخدمون الإضاءات الشخصية من الجوال وغيرها نظرا لانقطاع التيار الكهرباء بسبب الزلزال المنطقة وعرة جدا ولذلك يصعب على فرق الإنقاذ الوصول ما دفع قوات الجيش الباكستاني بطائرات هليكوبتر لتوجه إلى المناطق التي أصابها الزلزال للمساعدة في عمليات الإنقاذ هناك أخبار تتحدث بأن العداد قد تزداد بسبب الإصابات الحرجة وبسبب وجود بعض العالقين داخل الأنقاذ إضافة إلى ذلك الوسائل التواصل الباكستانية والتلفزة الباكستانية أظهرت صورا لمباني هشة ومتصدعة بسبب الزلزال وأيضا بالاستطاع من النظر إلى هذه الصور تخيل الوضع المعيشي الذي كان يعيشه السكان حيث هناك البيوت الطينية والمساكن العشوائية التي ساعدت في زيادة أو ارتفاء عداد الضحايا يعني تقصد إسماعيل أن الظروف المعيشية لتلك المنطقة حتى جغرافيتها يعني إقليم بلوشستان في جنوب باكستان ساعد أكثر في زيادة عدد الضحايا المناطق السكنية والعشوائيات وحالة الفخر التي يعيشها السكان في بعض المناطق في إقليم بلوشستان كان لها دور بلا شك في ارتفاع عداد الضحايا المباني هشة المباني عشوائية وغير منظمة السكان في تلك المناطق فقراء لا يملكون وسائل تنقل سريعة لعمليات الإجلاء وعمليات الإنقاذ إضافة إلى ذلك وعورة المنطقة وعورة صعوبة الوصول إلى هذه المناطق الجبلية من فرق إنقاذ وغيرها للمساعدة في عمليات الإنقاذ ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا رغم أن الزلزال قوته فقط 5.7 ولكن كون عمقه 20 مترا بحسب الجيولوجيين أدى إلى هذه الهزة القوية في المنطقة ولكن هناك أيضا أمور أخرى أدت إلى زيادة عداد الضحايا وهي كما ذكرنا المباني الهشة والعشوائيات التي يعيش فيها السكان إضافة إلى المناطق الوعرة شكرا جزيلا لكل هذه الإضاحات من إسلام أباد مراسل الغد إسماعيل مطار